يواصل آلاف البريطانيين التوافد على كاتدرائية سانت جايلس في إدنبرا بسكوتلندا لإلقاء نظرة الوداء على نعش الملكة إليزابيث الثانية وسيتم نقل جثمان الملكة الراحل اليوم جوا من مطار إدنبرا على متن طائرة ملكية إلى العاصمة لندن ثم يستقر على منصة في قصر ويست منستر اعتبارا من مساء الأربعة ولمدة كمسة أيام شكرا